أصحاب المعالي والسعادة الزملاء المصرفيين أيها الحفل الكريم نتطلع اليوم من خلال أعمال هذا المؤتمر إلى أحياء وتجديد علاقة تاريخية قائمة منذ سنين طويلة بين القطاعات المصرفية والمالية العربية وبين جمهورية النمسا الصديقة ويسرنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر من حكومة النمسا على استضافتها فعاليات اليوم الأول من المؤتمر هنا في مقر الرئاسة كما يسعدنا أن نغتنم هذه المناسبة لنتوجه بالدعوة من فيينا إلى دول أوروبا شرقا وغربا من أجل السعي الجاد إلى إرساء قواعد علاقة متكافئة ومستدامة بينها وبين الدول العربية على الصعود السياسية والاقتصادية قوامها الحرية والعدالة وحقوق الإنسان واحترام حق الشعوب باستثمار سرواتها وتحولها الديمقراطي وتداول السلطة سلميا دون قيود أو ضغوط من أي جهة كانت أيها السيدات والسادة نجتمع اليوم في أجواء عدم اليقين التي تسيطر على منطقتنا وكذلك في مختلف أنحاء العالم حيث لا تزال تتوالى في الأسواق الترددات المالية الناتجة عن بقايا الأزمة العالمية والتي نقلت أوزارها في الأشهر الماضية إلى دولة كبرص وتطلبت تدخلا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة على حل لم تصبح مفاعله ناجزة حتى اليوم أما منطقتنا العربية فتعيش مخاضا تختلت فيه مختلف التوقعات مع الميل في المحصلة إلى بزوغ فجر سياسي واجتماعي جديد يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية إلى التقدم والنمو والازدهار والشراكة الحضارية في التقدم البشري في هذه الأجواء تم اختيار النمسا مقرا للقمة المصرفية العربية الدولية للعام 2003 التي ينظمها اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وغرفة التجارة العربية النمسوية ومكتب الأمم المتحدة في فيينا الذي نتوجه إليه بالشكر أيضا لاستضافته فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر وذلك لإلقاء الضوء على عدد من القضايا الجوهرية ذات الاهتمام المشترك أهمها دور القطاع المصرفي في بناء القدرات ومواجهة التحديات في زمن ما بعد النزاعات فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية النمسوية الإصلاحات الاقتصادية والمالية مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود كغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي والفساد تيسير آليات تبادل الخبرات والمنتجات والاستفادة من الطاقة المتجددة لدى الدول العربية مقابل نقل التكنولوجيا الأوروبية لبناء قاعدة انتاجية اقتصادية عربية متينة تعزيز أوجه التعاون البناء بين دول المنطقتين وخصوصا في قضايا البيئة والأمر الغزائي تفعيل العلاقات بين القطاع المالي والمصرف النمسوي والقطاع المالي والمصرف العربي أيها السيدات والسادة لقد شهدت الصناعة المصرفية العالمية خلال العقدين الماضيين كثيرا من التطورات والتغييرات وأفرزت عديدا من الأدوات والمنتجات المالية جديدة ما وضع هذه الصناعة أمام تحديات عديدة تستلزم تضافر الجهود من أجل الاستثمار في هذه المستجدات من جهة وتقليل المخاطر الناجمة عنها من جهة أخرى إلى ذلك كله يلاحظ في السنوات الأخيرة أن دول أوروبا تبدو حائرة بين سياسة التقشف وسياسة تحفيز الإنفاق بحثا عن أيهما أضمن في تحقيق النمو الاقتصادي المشهود في الوقت الذي يتراءل الجميع أن الضعف الذي أصاب اقتصادات دول جنوب أوروبا العليلة بات يمثل وهنا في اقتصادات دولها الشمالية القوية بمعنى أن معظم دول أوروبا ما زالت تعاني منذ سنوات عديدة بعض تجليات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة والمتمثل اليوم خصوصا في حالة التدخم في منطقة اليورو إضافة إلى الركود الاقتصادي السائد والكساد في حجم المبيعات وتسريح الأيد العاملة وانعدام سعر الفائدة على الرغم من وجبات الإنقاذ المالية المتلاحقة التي وضعتها الحكومات الأوروبية متعاونة مع كل من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية وفي المقابل تشهد معظم الدول العربية حراكا مجتمعيا عميقا يتناول إعادة النظر في محاول أساسية سياسية منها واقتصادية واجتماعية وما يهمنا منها في هذه العجالة برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بقيت قاصرة في بلدان عديدة عن الاستجابة لحاجات أسواق العمل وطمأنة الرسمين الاستثمارية العربية والأجنبية ما يفسر تضاع المعدلات النمو وازدياد معدلات البطالة في ضوء ما تقدم يتبدى واضحا اتساع المساحة المشتركة التي تتلاقى عليها مصالح جوهرية لكل من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي ما يستلزم بالضرورة الإسراع في بناء رؤية مشتركة خصوصا وأن معظم المشروعات التي بادر الاتحاد الأوروبي إلى اقتراحها من جانب واحد في سياق مساعدته في تنمية الاقتصادات العربية ابتداء من مؤتمر برشلونة عام 1994 مرورا بسياسة الجوار ثم الاتحاد من أجل المتوسط قد وصلت للأسف إلى طريق مسدود لأسباب متعددة الأمر الذي يستوجب اليوم من صناع القرار في هاتين المنطقتين المتجاولتين الجلوس إلى طاولة حوار تناقش بشفافية وصدقية وموضوعية وعلى قدم المساواة المسؤولية الموضوعات محل الاهتمام المشترك آمنا في الوصول إلى بناء تصورات وشراكات مستقبلية واعدة لدول أوروبا والشرق الأوسط وعلى هذا فإن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة اليوم إلى تفعيل سياسة الجوار مع العالم العربي وتلك الدول الواقعة شمال أفريكا خاصة وأن أوروبا هي أشجار الأقرب للمنطقة العربية وذلك عن طريق القيام بمبادرات تنموية حقيقية وفعالة في هذه البلدان واستحداث برامج تعاون ونقل المعرفة والخبرات وتطوير اليد العاملة المحلية وخلق فرص عمل تضمن تفعيل النمو وأبقاء اليد العاملة في بلدانها لتلافي ما يمكن أن تستتبعه مشاكل الهجرة وتفاقم مخاطرها على الأوضاع الاجتماعية في أوروبا إننا في عالمنا العربي وفي اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي لمصرفين العرب ننظر إلى التطورات الحاصلة بكثير من الحيطة وكذلك بكثير من الأمل الأمل بدور جديد للمصارف العربية نظراً لحزم التسليفات التي تقدمها إلى القطاعات الاقتصادية والتي بلغت مقدارها في نهاية العام 2012 ما يزيد عن تريليون دولار ونص ما يؤشر إلى مكانة هذا القطاع المصرفي الذي يتعدى دوره التقليدي إلى القيام بمسؤولياته الاجتماعية في دعم قطاع البيئة والإسكان والتربية والتعليم وسواها ختاماً نأمل أن تتكلّى الفعاليات هذا المؤتمر بنتائج وتوصيات من شأنها تلبية التطلعات وطموحات القطاعين المصرفيين الأوروبي والعربي في سبيل توسيق أواصل العلاقة التاريخية السياسية والاقتصادية بين أوروبا والعالم العربي بما يكفل مواجهة الضغوط والصدمات والتحوط لاحتواء الأحداث والأزمات غير المتوقعة وهنا أريد أن أساجل شكري لوزير خارجية النمسا على الكلمة السياسية التي قالها في هذا الصباح والتي تضمنت خارطة طريق تعبر في جزء كبير منها عن تطلعاتنا في العالم العربي إلى حل عادل للمشاكل التي تضرب وتعصف اليوم ببلداننا العربية ولكن ما نخشاه في كل ما سمعناه أن الشيطان هو في التفاصيل وليس في النوايا الطيبة شكراً لإصغائكم وأرجو لمؤتمركم هذا أن يحقق الأهداف المرجوة منه وفقكم الله أفكر 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 أف